قال الرئيس عبد الفتح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة ان القيم المصرية الوطنية تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميتة من قبل اهل الشر ومن يؤعونهم للقفز عليها طمعا في تنفيذ مخططاتهم الخبيسة في القضاء على اسس ومبادئ الدولة الوطنية كما اكد الرئيس ان التاريخ سيتوقف كثيرا امام التجربة المصرية الفريدة وشعبها الابية الذي صبر وتحمل ظروف اقتصادية صعبة كما وجه التحية لشباب مصر الواعد وصفوا بانه وقود الوطنية وذخيرة مستقبله شعب مصر العظيم ان عيد الشرطة المصرية ليس يوما مقصورا على رجالها فحسب وانما هو عيد لكل المصريين فابناؤها لم يكونوا منفصلين في يوم من الايام عن امال الوطن وآلامه وهم ايضا جزء من نسيجه الوطني كما انه فرصة لاستعادة الزكريات وتطبر المعاني والقيم الاصيلة والنبيلة الراسخة في قلب المجتمع المصري والتي يأتي في مقدمتها الولاء والانتماء المطلق لمصر ارضا وشعبا هذه القيم التي تعرضت خلال السنوات الماضية لمحاولات مستميدة من قبل اهل الشر ومن يعاونهم للقفز عليها والنيل من ثوابتها طمعا في تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم الخبيثة في القضاء على اسس ومبادئ الدولة الوطنية لكن الله سبحانه وتعالى يسخر دائما لهذا الوطن من أبنائه من يقف حائلا أمام أطماع الطامعين وتآمر المتآمرين لتحليل أوفة انضام إلينا في الستوديو الدكتورة نوها بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أهلا وسهلا بحضرتك سعيدا يكون معاك أستاذ هاجر وإن يكون في نشرة المصري اليوم وإحنا سعداء بك أكثر وممكن سعداء لأن إحنا في عيد الشرطة بنحتفل به وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا هو عيد لكل المصرين ليس مقصور على الشرطة تحدث بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المحافل عن أهل الشر وعن المؤامرات المستمتة كما ذكر سيداته بأنها تحاك لمصر داخليا وخارجيا إلى أي مدى نجحت الدولة المصرية في التصدي لأهل الشر خلينا نفتكر إحنا في 2013 كنا فين يعني مهم قوي نفتكر أنه إحنا كان عندنا عدم أمن في الشارع كان عندنا انفلات كان عندنا وضع اقتصادي متدهور كان عندنا الحقيقة ما فيش دور إقليمي بنلعبه تماما كل دولة إحنا النهاردة وصلنا فين وصلنا الحقيقة أنه بقى عندنا دولة متماسكة عندنا مؤسسات عندنا وضع اقتصادي أفضل ما كانش ده ممكن يحصل من غير ما يتم التحجيم أهل الشر عشان نقدر أننا نمشي في شارع بأمن وإحساس أن إحنا في أمان عشان عربياتنا ما تتخذش مننا عشان نقدر نجيب مستثمر أجنبي يستثمر في مصر كان لازم أنه يتماسك نسيج الأمة لأنه نسيج الأمة كان الحقيقة في حالة استقطاب شديدة جدا كان لازم أنه الناس اللي بتصير البلبلة والقلاقل في البلد والشائعات يتم تحجيمها ويتم توعية الشعب بما يتم له كان لازم يتم مكافحة الإرهاب ويبقى فيه استدامة كان لازم وإحنا بنمر بالمرحلة الإصلاح الاقتصادي يبقى فيه شبكة لمراعات يعني الذين الغير قادرين كل ده تم بشفافيه كل ده تم بإصرار عليه والحقيقة كان فيه إرادة سياسية وكان فيه تلاحم كمان وبعض بين الشعب ومساندة وعشان كده الرئيس بيشكر الشعب كان فيه أهمية وتركيز على مراجعة الخطاب الديني حتى لا يستقطب الشباب للإرهاب كان فيه تكفيف لمنابع الإرهاب من المال كان فيه شبكة حماية اجتماعية من تكافل وكرامة وإعادة يعني بناء العشوائيات إلى مناطق فيها كرامة لساكنيها كان فيه شبكة طرق كان فيه بناء في البنية التحتية وبناء في الإنسان المصري كل ده اللي بيدعم الدولة نيجي النقطة قالها سيد الرئيس الحقيقة وهم إنه الشرطة لا تنفصل عن الشعب لأنه الشرطة هي أخويا وأخوكي وأبويا وأبو غيري وهم اللي استشهدوا يعني الحقيقة إنه الشرطة بتلعب دور مماثل الآن للدور اللي بيلعبوا الجيش لأنه هم بردو بقيتش بس دورهم تنظيم الأمن لكن الحقيقة هم بيخشوا في مصادمات مع إرهابيين فكل ده الحقيقة يقدر لهم ويعني خلينا نتمنى إنه الحمد لله مصر على الطريق السليم والصحيح إنه يبقى فيه استدامة جدًا